من المشاكل تزال تطرح يوميا في أروقت كل مفصل مفاصل نقاشاتي والأحاديث الجانبية حتى بين البسطاء من مواطن مدية الحلة هي مشكلة النفايات حيث أن أغلب عمال بلدة الحلة رفعوا أيديهم عن تنظيفات بسبب عدم صرف مستحقاتهم لأكثر من شهرين فذاك الأمر زاد الطينة بلة بالنفايات عدم إعطاء أجر العمال صار لهم شهرين وان طبعا منتسب بلدية الحلة شهرين يعني دي عانون شنه هي قيمة سبع تالاف دينار أسا طفل يروح للمدرسي يجي يصرف له سبع تالاف دينار دانيان هي هاي حال مدينة الفايحة الحلة بلد الحضارات بابيل معانينا من هاي المشكلة اللي هي رمي النفايات هنا بهاي ساحة احتفالات وتعرف محلات وبسطيات وجماعة البلدية صار لهم اربع تيام ما يجون يعني حقيقة يطهم أول شي سبع تالاف دينار يمكنه وثمات تالاف دينار وشهرين ماك رواتب والعام شنه هو هو العام الرجل فقير بعدين من يقدر هسه يجيب لأي شخص يقدر يقوم بعملية التنظيف يعني عملية ترى صعبة هاي يعني إلا ناس معدودين قاعد يطوعون لهالشغلة أصحاب محلات وأسواق في مرحز مينة الحلة باتوا يناشدون الجهات ذات العلاقة إلى التدخل على أمل رفع تلك النفايات من أمام حالهم والتي أخذت تتزايد بشكل ملفت للنظر كل سنة صار عندنا هاي المشكلة بس ما تتفاقم لهذا الوضع احنا كل سنة تتولد عندنا هاي المشكلة نهاية السنة المالية بس كل سنة كان عندنا خمسة أيام ستة أيام نهاية الشهر صار عندنا هاي الضائقة المالية وتأخر الرواتب السنة الحالية المشكلة اللي صادفت عندنا هو نقل التخصيصات المالية من ديوان المحافظة إلى المؤسسات البلدية صارت المشكلة في شهرين متتاليا أما كل سنة لدينا مشكلة في نهاية الشهر 12 من كل سنة مسؤولية تزايد النفايات في مركز جنوية الحلة لا يتحمله العامل وحده بل هناك عدة جهات تعد مقصرة في هذا الجانب وخاصة الحكومة المحلية التي هي في وادن ومشكلتها مخاطر النفايات في وادن آخر إحسان خالدي ورشيد فضائية بابل